موسيقى مساء الخير مشاهدين الكرام أهلا بكم معنا في حلقة جديدة ومباشرة برنامج هذا المساء تسعى وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح إلى إعادة كتابة برامج مدارس تكوين المعلمين وسيكون ذلك من خلال مرحلتين إحداهما تعنى بصياغة الإطار التوجيهي والأخرى بإعادة الكتابة وستتضمن المناهج المرتقبة مادة التقنيات الجديدة للإعلام والإتصال لأهميتها في تنمية كفاءة التدريس الرقمي والتدريس عن بعد الذي يفرض نفسه اليوم كبدل عن التعليم المباشر في الحالات التي لا يكون فيها الأخير ممكنا فما أبرز ملامح تغيير المناهج المرتقب وهل هو شامل أم جزئي؟ هذه الأسئلة وغيرها يجيب عليها هذا المساء في هذه الحلقة السيد محمد ذمين محمد عبدالله مكلف بمهمة في وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح والسيد محمد بو بكر ختاري مدير مدرسة تكوين المعلمين بن واكشوت قبل أن نبدأ مشاهدين الكرام نتوقف مع هذا التقرير الذي عده الزميل بابا أحمد سالم ونبدأ حلقة هذا المساء استحداث مادة علمية لتدريس التقنيات الجديدة للإعلام والإتصال توجه كشفت عنه وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح في إطار المساعر الرامية للنهوض بقطاع التعليم في بلادنا مادة التقنيات الجديدة التي تمت إضافتها في مدارس تكوين المعلمين جاءت بعد عدة ورشات تدخل في إطار خطة الحكومة للتحسين من أوضاع التعليم بشكل عام وذلك بصياقة الوثائق المهنية والإطار التوجيه لعادة كتاب البرنامج وتحديد المواصفات المهنية والكفايات المرجعية التي يحتاجها المدرس نظرا لما لها من أهمية في تنمية كفاءة التدريس الرقمي والتدريس عن بعد وهو الأمر الذي يفرض نفسه في عالم اليوم حيث أصبح العالم قرية واحدة ومن المتوقع أن تأتي خطوة كهذه أكلها رطبا جنيا على التعليم وخاصة مدارس تكوين المعلمين فماذا عن مادة التقنيات الجديدة وكيف سينعكس إجابا على التعليم وماذا عن التحديات والعراقيل مساء الخير مجددا مشاهدين الكرام ونرحب بضيفنا سيد محمد دمين محمد عبدالله مكلف بمهمة بيزارة التهديب الوطني والتكوين التقني والإصلاح مساء الخير أهلا بك سيد محمد دمين في البداية ما ملامح هذا التغيير المرتقب يعني تغيير في مناهج مدارس تكوين المعلمين بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليم الكثير أنا في البداية شكرا لكم على الاستضاغ في يوليو 2020 ما بعد ذلك بعد المصادقة على خرطة طريق تلك أول شيء بدأنا به هو تنظيم مرشة ضمن إنشطة أخرى تنظيم مرشة لدراسة وضعية مدارس تكوين المعلمين وإصلاح التكوين الأولي نحن نعرف بأن لا يمكن القطع خطوة باتجاه أي إصلاح تربوي دون المرور بمدارس تكوين المعلمين دون إصلاح التكوين الأولي لماذا لأن دارس تكوين المعلمية المصنع الذي يتخرج من المدرس وبالتالي قبل أن تذهب إلى أي إصلاح يجب التفكير في إصلاح التكوين الأولي نجد الحصول على المدرس الذي نرغب في أن يكون مدرسا لأبنائنا والقادر على إيصال معلومات ونقل النظام التعليمي من المستوى إلى المستوى المنشود أو المستوى الذي نطبحه جميع الوصول إليه جهة الإطار تتنزل هذه الورشة كثمرة لتطبيق تلك التوصيات التي نتجت عن الورشة التي تم تنظيمها يوليو 2020 وتلاحظ الاقترام ما بين يوليو 2020 إلى اليوم بعد أن دخلنا مباشرة في إطار تطبيق تلك التوصيات من أهم تلك التوصيات هو إعادة كتابة برامج مدارس تكوين المعلمين لماذا إعادة كتابة هذه البرامج؟ لعدة أسباب أولا لجعل هذه البرامج تستجيب لما نطمحه للوصول إليه ثانية إدخال هذه المادة المادية التقنيات الجديدة المادة مهمة جدا لأن لا يمكن في ظل العالم اليوم أن يكون هناك مدرسون غير قادرين على ممارسة هذه المادة غير قادرين على على ممارسة تقنيات التدريس عن بعد مثلا أوهرت هذه الجائحة التي ضربت العالم في سن الماضي أوهرت بحاجة العالم إلى إدخال هذه التقنيات في إطار التكوين الأولي ثم استمرار تعليم هذه التقنيات في إطار التكوينات المستمرة بلجأ أن يكون كل مدرس قادر على استخدامها لا قدر الله في حالة الحاجة لها هذه الإطار التتتح مع الوزير التدريس الوطني والتكوين التقني والإصلاح هذه الوارشات بالأمس هي تمر كما قال تقريركم على مرحلتين المرحلة الأولى هي إعداد الوثائق التوجيهية منطلاق من هذه الوثائق التوجيهية بالاتصال مع بعض الخبراء الوطنيين والخبراء في الخارج طبعا عبرة تقنية الفيديو كونفرنس طبعا بعد استكمال هذه الوثائق سننطلق إلى المرحلة الأخيرة وهي مرحلة إعادة كتابة هذه البرامج وإخراجها في صياغتها النهائية بعد المصادقة عليها ثم ننطلق إلى مرحلة التجريب يعني مراحل ما زلنا الآن في مراحل مختلفة يعني إلى كم ستدوم هذه الوارشات طبعا الوارشة الأولى تدوم ستة أيام مستمرة متواصلة تنتهي يوم إلى حد ثم بعد ذلك نقوم بصياغة تلك الوثائق يومين ثلاثة لصياغة تلك الوثائق التي ستنبثق عن هذه الأيام ثم ننطلق إلى المرحلة الأخيرة أي مرحلة إعادة كتابة هذه البرامج من أجل تحسينها ووضعها في الظروف المناسبة وفيما نطمح للوصول إليه في تحسين التكوين الأولى المنشوء يعني كيف تلقى الأساتذة أو المعلمين هذا التكوين وهل هذا التكوين مختصر فقط على جميع المعلمين طبعا الأشخاص المصادر الذين تم الاعتماد وعليهم الله استدعائهم لهذه المشاركة في هذه الورشات هي أولا المكوين ومدارسكم المعلمين مفتش والتعليم الأساسي والتعليم الثانوي بحيث أن أخذنا من مفتش التعليم الأساسي المواد الأساسية مواد اللغات واللغة العربية واللغة الفرنسية مادة الرياضيات ومادة العلوم خذنا من المفتشين ما يغطي المواد المدرسة مدارسكم المعلمين هي تسع مواد وخذنا من المكوينين أيضا ما يغطي مواد مدارسكم المعلمين هي تسع مكوينة هذا فقط المشاركة في ورشة الورشة التي انطلقت أمس بإشراف معايا الوزير التهديد الوطني عند كتابة هذه البرامج سنضيف مجموعات فرق وبالتالي تم توزيع هذه الفرق إلى مدارس تكوين المعلمين الثلاثة مدرس تكوين المعلمين في كهيد مدرس تكوين المعلمين في العيون وفي أكجرة من أجل أن تكون هناك مساهمة لهذه المدارس كلها وأن يكون هناك تلاقح الأفكار ما بين المدارس الثلاثة بالإضافة إلى أن مكوين المدارس تكوين المعلمين ستنتقلون إلى المشاركة في عادة الكتابة كل في مجال تخصصي وفي النقطة التي تم توزيع المواد فيها نعم جميل جدا هناك هذه المادة التي ذكرتم مادة التقنيات الجديدة للإعلام والإتصال كيف ستم تدريسها للمعلمين بهذه الطريقة أو حسن؟ طبعا هذا كان موضوع النقاش الذي أجوا مع الخبراء عبراء هل سندرسها عن طريق التدريس العادي مثلا تكون مادة في الجدول الزمني الأسبوعي هل ستكون مادة للتكوين عن طريق السابع معينة وكم معينة من الساعات للتكوين عليها لكن نحن ما نحرص عليه أن تظهر هذه المادة بقوة لأن هذه المادة لا تقدم فقط التدريس عن بود هي تقدم أيضا عملية البحث معلم أو أستاذ يريد أن يبحث عن معلومة معينة بدل الانطلاق والبحث بطرق عشوائية يمكن أن يحصل على هذه المادة عن طريق المعلومات المفتوثة في الانترنت وفي وسائل الاتصال جمع وبالتالي نحاول ما أمكن أن تكون هذه المادة وطبعا معالي وزير التحديد الوطني تحدث عن ذلك ستكون مادة أساسية من مواد التكوين الأولي وستدخل مستقبلا في إطار التكوينات المستمرة حتى لنفاتتهم عملية التكوين مثلا لأسات المدرسين المعلمين لنفاتتهم هذه التكوينات نتوقع تكوينات تحسينات المستقبلية والتكوينات المستمرة أنها ستدمج أيضا هذه المادة في إطارها ليرتفع مستوى الأداء فيها وبالتالي يتحسن قدرة المعلمين على التعاطي مع هذه المادة طبعا هذا سيقود إلى تحسين البنية التحتية لدى مدارسكم المعلمين لتكون قادرة على استيعاب أكبر كم ممكن من تلاميين المعلمين لجل نقل هذه التجربة إليهم وبالتالي أمارستهم لها ميدانية عندما يتخرجون من مدارسكم المعلمين نعم جميل جدا سيد محمد لمين ما هي الوسائل التي تتخذونها من أجل تدريس هذه المادة وأيضا إنجاح هذه الورشات طبعا هو أولا بالاعتماد نحن اعتمدنا على خبرائنا الوطنيين ثم تواصلنا مع بعض الخبراء في شبه المنطقة عبر تقنية الفيديو كونفرنس من أجل الاستفادة من تلك الخبرات وبالتالي هذه خبرات الدول المحيطة بنا مع خبراتنا وخبرائنا الوطنيين طبعا قطعا حتما سيؤدي إلى نتيجة إيجابية وبالتالي نتوقع الحصول على نتائج جيدة لهذا البرنامج والخروج ببرنامج جيد متكامل يخدم أولا ناحية المعرفية ويخدم ناحية المهنية التمهين معناها ليس التركيز فقط على المحتوى وقدر ما التركيز على كيف يدرس وكيف ينطل المعلومة كيف يتعامل مع الأطفال كيف يتعامل حتى سندخل بعض المواضع التي تعمل على رفع مستوى المعلمين في التعامل مع الحالات الخاصة كي تلت الأطفال المتخلفين عقليا أو الأطفال عندهم مشاكل في الاستعاب أو الأطفال عندهم مشاكل في التعاوج مع زملائهم ستكون هناك دروس في إطار علم النفس في إطار التربية في إطار هذه المواد الأخرى لخدمة قدرة التلاميين والمعلمين على استيعاب هذا النوع الماطسلوكي وبالتالي قدره أيضا الأقسام متعدد المستويات من التقنيات التي يجب أن ننقلها إلى التلاميين المعلمين وبالتالي نحاول أن نركب أو نعمل على إنشاء برنامج متكامل من ناحية المعرفية ومن ناحية المهنية ومن ناحية التقنية ليكون برنامجا قادرا على الاستجابة لطموحاتنا وما نطمع أن نصل إليه للرافع من أداء منظومتنا التعليمين جميل جدا إلى أي حد كانت مدرسة تكوين المعلمين بحاجة إلى هذه الورشات بحاجة إلى هذا التطوير خصوصا في عصر التكنولوجيا وعصر المعلومات وأن جائحة كورونا أيضا ألقت بظلالها على التعليم كادت أن تكون السنة الماضية سنة بيضاء وبرزت الحاجة الماسة إلى التعليم عن بعض طبعا هو كما قلت لك أولا هذه الورشات استجابة خارطة الطريقة لإصلاح النظام التعليمي معروف بأن هذا النظام التربوي إصلاح النظام التربوي أنه مطلب وطني قضية التعليم أصبحت قضية وطنية أصبح جميع الناس حتى في إطار الرؤى السياسي المختلفة الجميع يتفقوا على ضرورة إصلاح النظام التربوي التعليمي لا خلافة بأن هذا الإصلاح بأنه هو الطريق الأمذل والأسلم للقيام بالتنمية الشاملة في البلد وبالتالي هذه الحاجة الملحة لإصلاح النظام التعليمي طبعا حتما ستمر عبر مدارس تكمل معلمة كونها كما قلت هي المصنع التي يتخرج من المعلمون إدخال هذه المادة وفرضت الظروف ثم جاءت هذه من إيجابيات الجائحة أنها أيقظة العالم على ضرورة الحصول البحث عن بدائل مخافة حدوث جائحة حدوث كارثة لا قدر الله حدوث أي شيء لا قدر الله ضروري تعويض هذا طبعا نحن السنماضي يقومنا بتجارب معينة طبعا هذه التجارب كانت فيها دروس عبر قناتكم وعبر قنوات وخرى حرة كانت فيها دروس عبر التليفزيون تمت وزيع راديو تم طباعة بعض الكتب التي ضمت هذه الدروس وبالتالي السنماضي بالرغم من صرعة حدوث الجائحة بالرغم من عدم وجود خبرة سابقة فاستطعنا أن نتجاوز السنة استطعنا أن نجري جميع الامتحانات الوطنية وامتحانات التجاوز بالرغم من الصعوبة التي عانا من القطاع استطاعت الوزارة أن تتجاوز تلك المرحلة اليوم الوزارة تريد أن تستبقى الأحداث وبالتالي تدخل تلك الموضوعات المهمة وتصل إلى المستوى المطروم وتأخذ حزمها وأمرها قبل لا قدر الله حدوث أي شيء يستدعي استخدام تلك المرحلة واضح جدا واضح إذن معنا ضمن هذا اللقاء مشاهدنا السيد محمد بوبكر ختار مدير مدرسة تكوين المعلمين بأنواكشوت معنا في أنواكشوت مساء الخير السيد محمد بوبكر ختاري يعني نود لو أعطيتنا تعريف شامل عن مدرسة تكوين المعلمين شكرا مدرسة تكوين المعلمين بنواكشوت مدرسة وانشئت سنة 1964 واسمت لها مهمة توفير الإطار الكادر الذي مكلف بتدريس التلاميذ ومن ذلك التاريخ وهي تقوم بدورها كمؤسسة رائدة على المستوى الوطني حيث يتخرج منها حتى الآن من 1964 إلى 2020 11.992 معلما ووزعينا على كامل التراب الوطني هذه المدرسة تعاقب على إدارتها منذ نشأتها وحتى اليوم عشرة مديرين وتعتبر المؤسسة رائدة في مختلف المجالات ومواكبة دوما لتوجهات القطاع أخيرا لما 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 تأكد الجميع من أن مضمتنا التربوية تعيش اختلالات يجب أن يفكر فيها جديا ويبحث عن الحلول الجدية قيمة بالكثير من التقويمات لمخرجات هذه المدرسة وكانت نتائج هذه التقويمات تؤكد أن نوعية الولوج التلاميذ الذين يدخلونها لا يمتلكون الكفاءات الضرورية التي تمكنهم من الأداء بمهامهم المنتظرة كما تم التأكد من أن فترة التكوين التي قيم بها لم تسد تلك السغرات بما هو مطلوب تماما في ضوء هذا كانت المدرسة حاضرة في برنامج الإصلاح عند وزارة التهيب الوطني وتعلمون أن إصلاح وزارة التهيب الوطني أو الاهتمام بقطاع التعليم يندرج يأخذ موقع متقدم في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد والشيخ الغزواني تعهداتي وكان فخامة رئيس الجمهورية حريصا دائما لأول مرة أن يتولى شخصيا الإشراف على انطلاق السنة الدراسية وهذا حقيقة له رمزية خاصة وله أثر لن ينمحي من نفوس كل الشركاء التربوية يعني من حيث من حيث الإيجابية ترك أثرا إيجابيا في كل الشركاء العملية التربوية نعم في خضم أي شطة الوزارة بشثورة شاملة التي تهدف إلى إصلاح المنظمة التربوية وعمون قيمة بورشة في مدينة العيون في يوليو تهدف إلى إعادة هيكلة وتأسيس مدارة تلك المعلمين حتى تتمكن من الإطلاع بمسؤولياتها الورشة التي افتتحة مع عالي الوزير يوم أمس نعم تدخل في سياق العمل بمغتضيات نتائج تلك الورشة التي تمت في العيون يوليو الماضي هذه الورشة نأمل عليها الكثير ستكون الورشة على مستويين المستوى الأول في الورشوط مستوى تحضيري يؤسس لما يجب القيام به في الورشات العملية التي ستكون في الداخل على مستوى المدارس في الداخل في هذه الورشة على سبيل الميثال يجب أن نحدد ملامح الترميل المعلم الذي نريد يجب أن نحدد الطبيعة بناء البرامج التي تمكن من الوصول إلى المواصفات المنشودة للمدرس المنتظر نعم سنعود إليك أيضاً سيد محمد أبو بكر ختال مدير مدرسة تكوين للمعلمين بنواكشوط سيد محمد لمين كيف سيواكب هذا التغيير أو هذا الإصلاح إصلاح التعبير وهذه الورشات كيف ستواكب المدرسة الجمهورية والإصلاح التعليم المنظومة التعليمية بصفة عامة طبعاً كما قلت هذا الإصلاح أو هذا إعادة كتابة وراجعة التكوين المعلمية حزمة من الإصلاحات سيدخل في إطارها طبعاً التكوين المكونين سيدخل في إطارها الكثير من الإصلاحات الأخرى المواكبة لها نحن نعرف أن الوزارة أطلاقات جملة من الإصلاحات من ضمنها طبعاً تعمل اليوم على تثبيت وضبط المصادر البشرية من أهم الإصلاحات التي تعمل الوزارة على تنفيذها إصلاح حتى الخريطة المدرسية ستطلق الوزارة أفكار قيمة في إطار إصلاح الخريطة المدرسية طبعاً يدخل هذا في إطار جملة أو حزمة من الإصلاحات ستعمل الوزارة على تنفيذها وهي مجموكية مثلاً لجان تسيير مدارس التعليم الأساسي لكوجس التي أطلقت الوزارة قبل أشهر طبعاً هذه من الأمور التي ستساهم حتماً في إصلاح المنظومة التعليمية طبعاً إصلاح النظام التربوي هو قضية وطنية وبالتالي نتائجه ستنعكس إيجاباً على الوطن بشكل عام لأن النظام التربوي هو القطاع الوحيد الذي يتعامل مع جميع فئات وشرائح المجتمع بغانيها وفقيرها وضعيفها ومتوسطها وبالتالي يتأثر الجميع بالخلل الذي يقع في النظام التربوي ويستفيد الجميع من الرفع من أدائه ومن مستواه وبالتالي هو قضية وطنية كما قلت طبعاً يقع في أولويات برنامج الخامة الرئيسة الجمهورية يقع في أولويات العمل الحكومي وبالتالي هذه الورشة بالذات يعادة كتابة البرامج نتوقع بأن بعد تنفيذ هذه البرامج بعد المصادقة على هذه البرامج نتوقع بأن نرفع من أداء معلمين خرجي مدارسكم المعلمين وبالتالي نرفع من أداء تلاميين هي عملية مترابطة فإذا رفعت من أداء المعلم التلمي المعلم وأصبح مدرساً في المدارس بعد تخرجه وتحويله إليها حتماً ستصل إلى نتائج إيجابية لدى تلاميين هذه المدارس لا شك طبعاً أن هناك الكثير من المآخذ على تكوين المعلمين والنواقص إلى آخره يعني ما هي أبرز هذه المشاكل التي تحول دون أن يلعب المعلم دوره المنوطة به طبعاً هذا التحسين هناك لجان أخرى تُشتغل على الولوج لمدارس تكون معلمي نحن نعمل نحن نعمل على تحسين آلية نولوج لمدارس تكون معلمي بعض الأوقات مدارس تكون معلمي صعوبة في التعامل معاً من نجحوا في هذه المسابقة وبالتالي نحن الآن نحاول أن نضع آليات قوية جداً لضبط مسابقات الولوج لمدارس تكوين معلمين وبالتالي ضوابط عود صارمة وتعود موضوعية وتعود حقيقية تنفيذها وتطبيقها للحصول على المنتج الذي نرغب في تكوينه أو على التلميذ المعلم الذي نرغب في تكوينه والذي اندخل هذه المدارس وتلقى هذا التكوين الأولي بهذا البرنامج الجديد سيصل إلى المستوى المعرفي والمهني المطروب لأن أنا أؤكد على حقيقة أن هذا البرنامج ركز على ثلاث محاور ناحية المعرفية والتمهين الناحية المهنية والناحية التقنية المعلوماتية يكون برنامجا متكاملة العناصر والأركاب واضح جدا إذن نعود لمدير مدرسة تكوين المعلمين معنا محمد أبو بكرين ختار سيد محمد أبو بكرين يعني ما هي المآخذ التي تحدث سيد محمد لمين عن أن ستكون هناك ضوابط بالنسبة للناجحين في المسابقة وهناك شروط من أجل دخولها للمدرسة يعني ما هي المآخذ التي لديكم عن تكوين المعلمين أو الطريقة التي يكونون بها وهل ستضيف هذه التحسينات الجديدة شيء على مستويات المعلمين شكرا بالنسبة لمدارس لكم معلمين ذلك يتراجح لها مخرجات لمعظمة تربوية من صورة شاملة وعلى العادة النخبة لا تتوجه إليها ونحن نرتكب من سوق الارتتاب وتعلن عن المسابقة وتجرى وعندما يدخل الناجحون نقوم بتقويم تشخيصي فنلاحظ أن هناك نواقص حقيقية هذه النواقص قد لا تجدوا الوقت الكافي للتغلو عليها لأن الأمور لو سارت في سياقها لكانت الباكولوريات أمن المستوى المعرفي اللازم ويصبح دور المدرسة دور مهني فقط ودور تربوي ونظرا للاعتراف بحقيقة هذه الاختلالات كانت تفكير جادا وحاضلا عند كل المشرفين على هذه المدارس بدءا بالوزارة الوصية هو حتى المديرين والقجمين عليها وتم القيام في هذا الإطار بالكثير من الورشات والتشاورية وخلصنا إلى مقترحات عملية نأمل أنه في حالة تطبيقها سنصل إن شاء الله إلى هدف المنشود ونتقلب على فلصعبات وإسراء هذه الورشة يتنزل في هذا السياع واضح جدا السيد محمد لمين تحدث عن هذه الورشات ما هي أبرز الأفكار التي طرحها القائمون على هذه الورشات؟ كيف ستكون البداية؟ في البداية أنا أذكر بأن البيان الوزاري الذي قدم معه وزيره التكوين الوطني والتكوين للإصلاح قبل شهر الذي أدى إلى أطلاق كان هو الانطلاق الحقيقي فعلا بعد ورشة العيون في يوليو 2020 تغيير الذي يحدث هذا البيان الوزاري في عمل التكوين الأولي مثلا كان التكوين الأولي على ثلاث سنوات تم طبعا ثلاث سنوات فترة طويلة جدا للتكوين الأولي بعد الحاصلين على البكالوريا وبالتالي تم تقليص هذا التكوين الأولي إلى سنتين طبعا هذه السنتين وثم من أجل جعل مدارس تكوين معلمين جلابة أو تحسين جالبية مدارس تكوين معلمين استحدثنا شعبة جديدة للتكوين مدة سنة واحدة للحاصلين على اللصاص ويتخرجون طبعا بعد سنة في المدرسة يتخرجون ويجلسون سنة متربصين في الميدان استحداث هذه الشعبة الجديدة لتحسين جالبية مدارس تكوين كما قال زميلي طبعا عادة الذين يذهبون إلى مدارس تكوين معلمين قال بأنهم غير الحاصنية العمل وكذا وبالتالي يعني يكون التعليم موجهة للعاطنين العمل طبعا العمل على تحسيي جاذبية التكوين المعلمين والعمل طبعا صدر بيانة اللي يصدر معالي وزير التهبير الوطني في مجلس وزراء تثمين مهنة المدرس مشروع تثمين مهنة المدرس طبعا هذا سيعمل أيضا على تثمين هذه المهنة وبالتالي زيادة جاذبية مدرس تكوين المعلمين مع تثمين مهنة المدرس مع هذه البرامج وهذه الإصلاحات وطبعا تحسين الولوج لهذه المدارس وصياغة هذا البرنامج الجيد والمصادقة عليه كل هذه هي مجموعة من الآليات التي تؤدي حتما إلى الوصول إلى المعلم الذي ينرغبه في تخرج المدارس وبالتالي كما قلت لك هي السلسلة مترافقة معلم جيد مع برنامج جيد يؤدي حتما مع تمهين جيد معناها تكون جيد في الناحية المهنية كيف يوصل معلمات كيف يتعامل القسم مجموعة من الأطفال مختلف المشارب ومختلف المستويات كيف يتعامل مع تعدد المستويات داخل القسم الواحد كيف يتعامل مع سلوكياتها والأطفال عندما نحسن هذه الآليات نحسن قدرته على التمهين وبالتالي يحصل على المستوى المعرفي تتحسن القدرة للتمهين لديه هنا سنحصل على المعلم المطلوب نرجو طبعا أنا أكيد على حقيقة هو أن العملية التربوية العملية التعليمية عملية تشاركية لكل شخص دورهم فيها للبيت دورهم والمدرسة دورهم والمجتمع دورهم وبالتالي هذا المعلم الجيد في ظل المجتمع كله متفق على قضية مهمة جدا هو أن التعليم أنه قضية وطنية وأن إصلاح النواب التعليمي أنه مسألة وطنية هو تعهد من رئيس الجمهورية تعمل حكومة وعالية تعمل وزارة التعليم الوطني على تنفيذه واقعة من الموسم المجتمع كله يطالب بذلك طبعا هذه الإرادة القوية المجتمعية ستؤدي حتما مع هذه الخطوات الإجرائية ستؤدي حتما للوصول إلى الهدف المنشود طبعا نتمنى أن يحدث تغيير في مظومة تعليمية وأن نحصل على المعلم النموذجي من أجل أن نكون جيلا نموذجيا نعود لك محمد ببكر ختار مدير مدرسة كوين المعلمين يعني هناك طبعا مجموعة طبعا لا شك أن هناك مجموعة من المشاكل والمعويقات تواجهكم نريد أن تتحدث لنا عنها الشكل التي تعقوا التكوين نعم هو التعامل مع نوع المدخلات كثيرا ما على سبيل المثال المترشحون للمسابقة من مختلف المشارف فيهم حاملي بورتوريا شعبة أداب أصلية شعبة أداب عصرية شعبة رياضيات شعبة علوم والكثير منهم منقطعون عن الدراسة فترة طويلة وطرقوا كل الأبواب ولما فشلوا نظروا إلى التعليم كملاذ أخير وهنا أؤكد ما قال زميلي أن الوزارة وعت هذا وعملت على إقرار برنامج تثمين مهنة المدرس كل هذا يدخل بعد الوعي بأن أصحاب الكفاءات لا يترشحون لمهنة إذن هذا النوع من المدخلات الذي يدخل ونحن عندنا برنامج محدود في الزمن ومحدد الأهداف قد لا نجدهم جاهزون للتعاطي معه إذن هذا مشت الحقيقي وهم دخلوا وأصحاب حق والميدان ينتظرهم وبحاجة ماسة إليهم نعم إذن كل هذه مجموعة عوائق نجدها أمامنا ونتعامل معها ونوفق أحيانا في التغلب على بعضها ويبقى البعض عالقا وهو من أجس سلبا على نوع المخرجات نعم يعني هذه نقطة مهمة تحدثت عنها سيد محمد لمين يعني كيف يمكن إعادة الاعتبار لمكانة المعلم قم للمعلم وفيه التبجيلة كهذا المعلم وإن يكون الرسول يعني كيف يمكن إعادة الألق لهذه أو البريق لهذه المهنة التي تعتبر من أنبل المهن طبعا هذه أصرانة أقول بأن مهنة الأنبياء تعليم الناس هي مهنة الأنبياء طبعا والرسل هذه المهنة لن يزول ألقها ولن يزول جمالها في أذهان الناس ولا زالت قائمة في أذهان الكثير من الناس إلا أن التغيير الذي يحدث في المجتمع والتغيير للقيم المجتمع هو الذي يؤدى نوعا ما إلى تراجع الكثير من القيم الإيجابية داخل وهذا يحدث في كل المجتمعات وبالتالي تلاحظ بأنه حتى في خطاب رئيس جمهورة 22 من نوفمبر تم التركيز في إطار تلك الإضافات للرواتب تم التركيز على أهل الميدان تم التركيز على الذين يمارسون هذه المهنة من أهل التعليمي وبالتالي وأيضا تهمين مهنة المدرس البيان الذي يصدر معاه الوزير التعليم الوطني وتهمين مهنة المدرس ضمن حزمة مثلا زيادة علوات البعد وزيادة علوات معينة هذا الغرض ثم تنظيم حتى المصادر البشرية والعمل على تكوين هذه المصادر البشرية كل هذه من الأطر من العوامل التي ستؤدي إلى إعادة هذه المهنة وإعادة ألقها وقيمتها إلا أن أنا أؤكد على حقيقة مهمة أيضا هو أن لا تزال هذه المهنة حاضرة فيها جميع الناس لا يزال أهل هذه المهنة محترمون والناس تقدرهم وتقيم لهم وزنهم إلا أن كما قلت لك بأن الحراك الاجتماعي وتغير العادات والقيم هذه مسألة تقع في شميع المجتمعات وبالتالي تسيطر مرة نوع من القيم ثم تسيطر قيم أخرى لكن سيد محمد سيد مدير مدرسة كوين المعلمين الذي معنا اليوم تحدث قبل قليل على أن التعليم يلجأ إليه كآخر شيء بالنسبة للخريجين لا أشاطر بالضرورة هذا الرأي طبعا لا أشاطر بالضرورة هذا الرأي طبعا هو أولا تلاحظ بأن ليس هناك من هو مرغمون إلى ذهاب إلهي العميل وتلاحظ بالمقابل بأن الشباب الحاصلين على البوكولوريا والذي قداهم مزال الزمن للدراسة وتطويرهم يذهبون بأنفسهم تقائيا إلى مهنة التدريس لا أشاطر طبعا قد يكون هناك نوع من هذه الحقيقة إلا أنها ليست حقيقة مطلقة يبقى لهذه المهنة ألقا ويبقى لها مريديها ومحبيها والراغبين في ممارستها بل أنا شخصيا أذكر بأن درست مدرسة معلمين درست طالبا ذكر لي قصة عجبا قال بأنه لن يبحث عن التحويل إلا في آخر نقطة هو يسمعني الآن لأنه قد يكون على استماع لتحويل في آخر نقطة في موريتان ومارست من التدريس طبعا بعد ذلك تطور الحمد لله في مهنته وتطور والتحق بالمكان الذي بعد ذلك أصبح يدرس به وبالتالي الحقيقة هي أن هذه المهنة تبقى لها قيمته ولها معنى ولها دلالة فيها إن شاء الله إن شاء الله تبقى تغير القيام طبعا يؤثر على الكثير من الأمور ليست فقط جاذبية مهنة التعليم طبعا على رأي البعض إن شاء الله نتمنى أن تعود يعود الألق لمهنة التدريس في بناء الأمم والشعوب وإيضا منظومتنا التعليمية كما نعلم جميعا هي بحاجة لتطوير والتكوين وأن يكون الكادر البشري القائم على التعليم أن يكون مكونا ومدربا وقادرا على أن يخوض غمارة التحديات وبناء جيل جديد السيد محمد بوبكر ختار مدير مدرسة تكوين المعلمين بنواكشوط ماذا عن الداخل يعني هذه الورشات في الداخل وكيف تنظم شكرا بالنسبة بعد انتهاء الورشة التحضيرية المقررة لها ستة أيام في نواكشوط سيوزع المشرفون والفنيون على ثلاث فرق طبقا للمواد المدرسة في مدارس الجمع المعلمين فرقا ستكون في مدرسة المعلمين في الجوجة وفرقا في مدرسة المعلمين في كيهيدي وأخرى في العيون الهدف من هذا الإسراء جعل الكل في بيئة معزولة تمكنهم من العمل لكي لا ينشغلوا في إكراهات نواكشوط واتصالاته ومشاكله وتوفير البيئة مناسبة للعمل الجاد ولكي لا يتم الضغط على مؤسسة عن أخرى تم تبني توزيع الفرق على هلاه المجموعات بالتساوي بالتساوي وتم اختيار مقرات مدارس تكوين المعلمين لأن النشاط للمدارس ومن المدارس وسيتم من خلال المؤطرين والمكونين نعم سيد محمد دمي هذه النسخة المتوقعة من هذه نتائج المتوقعة من هذه الورشات التي تقوم بها الوزارة وزارة التهديب الوطني طبعا سيكون كالتالي بعد الانتهاء من كتابة البرنامج يتم الحصول على الصيغة النهائية لهذا البرنامج ثم بعد ذلك هناك تفكير جاد أن نعرض هذا البرنامج على مثلا نظرة خارجية خارجية قصدي لم يشتركوا في كتابة لي يكون هناك إعادة تقييم لهذا البرنامج ثم بعد ذلك يتم تجربه من خلال لقسان يدرسوا عليه في مرحلة تجربة تسمى المرحلة التجربية عندما يدرس عليه داخل الأقسام نحصل على التغذية الراجعة أو الفيدباك الذي مثلا يكتبه لنا المكونون والمفتشيون الذين يدرسون في مدارس المعلمين مثلا مدرس اللغة العربية يكتب أنا أعتقد بأن إضافة كذا أو حذف كذا أو زيادة كذا ثم بعد ذلك ملاحظات الميدانية المسؤولون عن تطبيق هذا البرنامج داخل الأقسام الدراسية ثم بعد ذلك نأتي إلى مرحلة الصياغة النهائية وبالتالي يصل هذا البرنامج إلى وضعيته وأنا أؤكد على حقيقة أن هذا البرنامج سيظل في تطور والبرامج كلها تظل في تطور لأن المعرفة تتطور وتتغير والحاجة إلى إدخال بعض المعارف يتطور ويتغير من لحظة إلى وبالتالي عادة هذه البرامج كل سنتين كل ثلاثة يجرى عليها بعض التغيرات وفقا للحاجة البيئية والحاجة المجتمعية والحاجة حتى العالمية لأننا نعرف أن هناك بعض الأشياء التي تم تجاوزها في بيئتنا وبالتالي يجب مثلا حظ بعض المواضيع إضافة بعض المواضيع التركيز على بعض المواضيع إهمال بعض المواضيع التي لم تعد إدخال بعض المواضيع كالتقنيات الجديدة وبالتالي الحاجة في تطوير وتغير البرامج هي حاجة ضرورية هل هناك لجنة مختصة بقراءة هذه الملاحظات من طرف الأساتذة طبعا نحن اعتمدنا أنا أؤكد على حقيقة أن هذا عمل وطني وبأياد والتفكير وطني كل الذين سيساهمون في ععاد إعادة كتابة هذه البرامج وهم نخبة من مفتشينا من مكوني مدارس تكوني المعلمين مع بعض الخبراء الإدارة الإدارة المركزية وبالتالي هو ثمرة وطنية بأياد وطنية وسيدرس في مؤسساتنا الوطنية وبالتالي أعتقد بأنه سيأخذ هذا البرنامج كونوا بأياد وطنية سيكونوا متكيفا مع البيئة من خلال الأمذلة مثلا في مادة الأدب أو مادة اللغة العربية ستكون الأمذلة أمذلة وطنية تعتمد على الشعر أعتقد كل اليوم نشاهد تجربة أولية طبعا كانت الأشعار المقترحة هي أشعار الشعراء وطنيين طبعا طبعا القصص التي ستصاب في طهر هذا البرنامج نتوقع وهذا كان ضمن نقاشات معينة نتوقع بأن تكون قصة من البيئة المحلية وبالتالي عندما يكون القصة والشعر والحادثة والدرس نفسه يبنى على حالة وطنية وحالة بيئية أنت تعيشها سيكون ذلك أقدر وأكثر رسوخا في ذنين المتعلم أو المتلقي من أن تأتي له بأمذلة أو أشعار أو أشياء أخرى بالرغم من أن طبعا لا نهملوا مثلا العالم الذي يحيط بنا وضرورة التواصل والتكيه مع العالم لأن العالم أصبح قرية واحدة إدخال هذه المادة اليوم سيتيح للمدرسين سرعة البحث والقدرة على البحث وقدرة على جب المعلومة الضرورية هناك مواد سألني يا حدر لماذا إدخال مادة الموسيقى لماذا إدخال مادة تكنولوجيا هذه مواد لأن مادة الموسيقى هي مادة مهمة جدا في سياقة تهليم تحسين الذوء لذائقة لدى التلاميين هي نوع من الترفيه عن التلاميين مادة التكنولوجيا والرسم تقود التلاميين والمعلمين حتى على استغلال البيئة المحلية في إنتاج الوسائل اللضاحة التي يرغبون في استخدامها حتى المواهب أيضا الشباب الصغار هو يستطيع أن يشكل مصطرة من البيئة المحلية يعيش العمل إدخال العام من خلال نشيد معين عن طريقة العام معينة هذا كله ليس هناك يعني هو باختصار لأي جانب داخل هذا البرنامج وبالتالي نحن نعامل جميع المواد بنفس المواد نحاول أن نصل إلى المستوى المطلوب يعني هو باختصار تحديث للمظومة التعليمية مع البناء على القائم طبعا من الآثار الجيدة والإيجابية يعني هذه القضية أن كل شيء يتغير ويحتاج إلى تجديد لا مواكبة لأي تغيير إلا من خلال المناجر المدرس يعني كيف لمعلمي اليوم لا يستطيع أن يبحث في الانترنت بحصول على معدومة سريعة في ظل هذه الجائحة التي حدثت لا قدر الله السنة الماضية والتي نرجو أن يسلم منها بلادنا وجميع العالم قادة العالم إلى البحث عن بدائل التدريس المباشر ونظام الفصول المباشر وبالتالي الدول التي تستجيب لهذا تعرضت إلى مشاكل في سنواتها الدراسية نحن كما قلت استطعنا أن نتكييفها بشكل سريع جدا الرغم بأن هذا مستوى التكييف لم يكن في المستوى المطلوب لأنها كانت إلا أن نستطعنا أن نتجاوز السنة الدراسية بإجراء الامتحانات الوطنية الثلاثة الدخول الإعدادية ختم الدروس يعني استبعاد سنة بيضاء ثم أجرينا امتحانات التجاوز وتكيفنا مع الواقع وتكيفنا راحاتنا مع الواقع وبالتالي وصلنا الحمد لله إلى نتيجة تجاوز هذه السنة الآن نحاول أن نستبقى الأحداث وتكوين التلامي المعلمين على هذه القدرات لجي أن يكونوا جاهزين لاستخدامها مستقبلا لا قدر الله في حالة الحاجة إليه إن شاء الله سيد محمد أبو بكر الختار يعني تحدث محمد لمين عن سيد محمد لمين تحدث عن يعني أن تغيير التعليم يعني مسؤولية مجتمعية يعني هناك دور للمدرسة دور للمعلمين دور للمجتمع يعني إلى أي حد يعني دور أو ملقى على المعلمين يعني ما المنتظر من المكوينين بالنسبة لمكوينين مدارس المعلمين يتحملون مسؤولية جسيمة في أجانب تكويني مهني وفي أجانب معرفي هم يتلون تدريس المعارف والتأكد من أن التلاميذ المعلمين اكتسبوا من المعارف ما يؤهلهم لتدريسها هذه من ناحية ناحية ثانية لديهم مهمة أخرى هي تكوين مهني وهذا ما يصعب ما يجعل مهمتهم مهمة صعبة إلا أني أقول لكم وبدون مجاملة أن الفريق يعمل جادا و 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 رغم عدم رضانا عنها أنها إلى حد ما تحل كثير من المشاكل إلا أن الطموح ليس له حدود الطموح ليس له حدود نحن نريد أن نحسن دائما وفي هذا الإطار يجب أن تعادى كتابة البرامج كلما دعات الحاجة سيما وأننا قررنا مراجعات في مدر التكوين وطبيعة ضوابط الاختتاب كانت مدر التكوين ثلاث سنوات وكانت فترة مملة ولمالها من رتابة الآن فتحت آفاق جديدة لحملة شهادات عليا الإيسانس يمر الواحد لهم على سنة واحدة من التكوين وتم تقليص مدر التكوين له البرامج إلى سنتين هذه تتطلب مراجعات جديدة تستجيب مع التوجه الجديد وكلها تدخل في إطار تنفيذ مغتراحات الورشة ونأتأكد أن الأمور إن شاء الله عند اكتاب الدوحة المقبلة ستكون إن شاء الله في المستوى المطلوب سيد محمد بو بكر يعني ما هي الأشياء التي ستتغير وما هي الشروط التي ستكون أمام من يتقدم لتكوين أو ليكون معلم هناك هناك مجموعة مقترحات يهيئ الآن الإجراء القانوني لها وتناقش تناقشها اللجان الفنية على مستوى القطاع مع اللجنة وطنية المسابقات نعم وفي القريب العاجل بإن الله ستأخذ شكلها النهائي وسيتم الإعلان عن المسابقة نعم جميل جدا السيد محمد يعني هذه الأشياء التي تحدث عنها الآن أن هناك مقترحات إلى أي حد يعني ستعمل على إنجاح هذا هذا الإصلاح يعني كما تحدث قبل قليل عن أن يعني يدخل هناك يعني متقدمين للدخول من شعبة الأداب العصرية ولديهم سنوات كانوا منقطعين عن الدراسة سأعطيك نموذج بسيط جدا نحن سندخل في إطار هذا البرناج ما يسمى بالاستدراك هناك مصطرح نتداوله هذه الأيام في هذه الورشة يسمى بالاستدراك ما معنى الاستدراك نتوقع بأن عند دخول التلاميين المعلمين إلى مدرسة تكون المعلمين سيكون هناك تشخيص لمعرفة حاجات التكوين المعرفة لهؤلاء التلاميين بعد هذا التشخيص ثلاثبوع الأول هذا ما زال بعض الآراء هذه الآراء تقريبا الآراء التي لاقت مثلا استحسان أو قابول لدى الكثير من المشاركين الورشة وبالتالي إذا قلت هذا من أحسن الآراء المطروحة بعد هذا التشخيص نتقدم نحو مسألة الاستدراك ما يعني الاستدراك معناها الذين ظهرت لديهم حاجة مثلا نجح وهو عنده باكالوريا أداب ستظهر لديه الحاجة في الرياضيات عنده في مادة الرياضيات وبالتالي قد يكون هو في هذه الساعة بذات يدرس مع مجموعة من التلاميذ المعلمين اللي عندهم نقص في الرياضيات وهو أصلا من القسم الآخر لأن في هذه الساعة هذه بعض الأفكار التي ندرسوها اليوم وبالتالي هذه الأفكار طبعا أنا لا استطيع أن نكشف كل في بداية العمل لكن هذا فقط نموذج هذا فقط نموذج ثم إن إتاحة هذه المادة كذلك هذا يؤكد عليه هذه المادة التقنيات الجديدة ستعطي لهذا الستراك أيضا تفتح له أفاق العالم وبالتالي يستطيع أن يبحث عن كيف أدرس مادة الرياضيات عندما يقول عندما يفتح كيف أدرس ستظهر له أحسن الطرق لتدرس مادة الرياضيات وهو يختار أحسن طريقة طبعا نحن نسأل له درس وطرق لكن ستتيح له هذه العملية البحث أيضا ثم كما قلت أتوقع أن تتحسن سيكون هذا قطعا أنا لا أريد وأن أفشي جميعا إجراء الوحشة إلى حد أنا أريد فقط أن يصل إلى ورقة إنهية لكن جعلا أفكار قيمة يتم تداولها ويتم الحديث عنها هذه الأفكار حتما ستؤدي إلى نتائج البعض يسأل طبعا إذا كان هذا الإصلاح أنه هل هو جزئي سيطال فقط بعض الأمور بالحاجة أو الحاجة أنا أؤكد لك أخي الكريم بأن الإصلاح قيد التنفيذ اليوم أنه سيطال جميع ملاح النظام التربوي الوطني وأكد لك حقيقة أن حتى الورشات أطلقات طبعا أنا عندما أتحدث لك عن هذه الورشة مثلا هذه التوصيات كانت في يوليو الماضي هذه مثلا توضع موضع التنفيذ اليوم هذه أكد لك تسارع الوتيرة بالرغم من طبعا هذه الجائحة وتأخيرها الكثير من الإنشطة نتيجة لعدم قدرة الناس على التلاقي وعلى الجلوس مع بعض بالرغم من هذا هذا يؤكد لك حقيقة أن مثلا برامج الحلقة الأولى في التعليم الأساسي والثانوي أطلقها معالي وزير التهديب الوطني والتكوين التقني والإصلاح ثم جال على جميع الفرق التي تشاهد برامج السنة رابعة إعدادية برامج سنة خمسة ثانوية سنة أولى ثانوية هذه كلها هذه ورشات وطلقات تم الانتهاء من هذه البرامج تم إعداد الكتب المدرسية إلى هذه البرامج تم الشحن هذه الكتب وإرسالها إلى الداخل هذه أؤكد لك حقيقة أن هناك عمل قوي جدا لكن أنا أؤكد على حقيقة أي نظام تربوي يصلاح ويتطلب الوقت يحس به جميع الناس يعني ليس بحاجة إلى عصة سحرية تغير بينها عشية وضحة غير معقول عصام وسالم أذنب عصام أمش به على غير أنا أؤكد لك على حقيقة أن هذا الإصلاح يخطو بخطوات ثابتة ووازقة جدا وسريعة جدا بالمقارنة مع الوضعية التي حدث فيها هذا الإصلاح وهي وضع جائحة كورونا يعني كان صعيبة والجولة والموجة الثانية من هذه الجائحة طبعا نتمنى النجاح إن شاء الله والتوفيق لطاقم التربوي وأيضا التقدم إن شاء الله والازدهار للمنظومة التربوية طبعا الوقت ماتلا من وياسر سيد محمد أبو بكر ختار طبعا نحن وصلنا نهاية الحلقة التي كانت فيم كلمة تبقيت وجهها وتعطي طبعا خلاصة لهذه الورشات ولهذا الإصلاح طبعا المرتقب شكرا أهم أريد أن أختمل بمداخلتي معكم وأن أقول لكل الشركاء في العمل التربوية أن كلهم من موقعه يجب أن يواكب هذا الإصلاح هذا الإصلاح الذي نحن بدأنا فيه بعمليات حقيقية وبورشات متسارعة حقيقة يجب أن يكون كل المعنيين به متعاونون لأن الإرادة صادقة والنتائج بإذن الله ستكون واعدة وعلى كل أن يضمئنا لهذا وأن يؤازرنا كقيمين على القطاع التربوي في مواصلة هذا التوجه يعني كيف يمكن ماذا تنتظرون ما هي طبيعة هذه المؤازرة التي تريده المؤازرة تقتضي الاستجابة الفورية لكل مقتضيات الإصلاح كل مقتضيات الإصلاح الموظفين يكونون في أماكن عملهم يعملون بإرادة صادقة بإرادة صادقة وكل الملاحوات على جميع المستويات يجب الإدراء بها لأن لنا ورشة نحن ورشة الوزارة الآن تعتبر ورشة ورشة والورشة مفتوحة لكل لكل من يريد الإصلاح ولكل من يقدم في كترافيا الإطار والتصورات جاهزة والعمليات بدأت كما قال زميلي في كتابة الحلقة الأولى وحتى عندما كتبت تم توفير الكتوب بالتوازي معها الآن جئنا لمدرسة مدارسة كل المعلمين بوصفها من أهم روافد الروافد التي يؤول عليها في منظومة الإصلاح بأن يؤمن أن تكون مخرجاتها جاهزة لمواكبة مغتضيتها الإصلاح شكرا جزيلا لك سيد محمد بو بكر ختار مدير مدرسة تكوين المعلمين المعلمين سيد محمد لمين محمد عبدالله طبعا ماذا تودون قوله في نهاية هذا لقام برنامج هذا المساء وطبعا عن هذا الإصلاح إن شاء الله وكتابة المناهج لمدرسة تكوين المعلمين وإدخال هذه المادة تقنيات جديدة للإعلام والإتصال فقط أؤكد على حقيقة أن هذه الخطوات هامة جدا في إصلاح المنظومة التربوية ضمن الورشات التي قلنا بأنها تم إطلاقها وبالتالي نتوقع إن شاء الله فيها حقيقة أن نصل إلى النتائج المطلوبة لكن أؤكد على أن هذه العملية التربوية عملية تشاركية عملية تعني قادة الرأي تعني يعني ما يخلي أحد في أخبار يعني ما يخصر أحد في الوزارة لأن الوزارة الموجود خلل خاص صلاة بالوزارة خاص صلاة بالوزارة التلميذ كثير من وقت يقضي في القرى البيت لنعود ما في أسرة تشرف عليه أسرة تقول أنه يقرأ أسرة تتابع على واجبات المدرسية طبعا لا يتقدم ولا يتحسن أداوه وبالتالي هذا كلها عملية تشارك وبالتالي نرجو من الله سبحانه وتعالى نصل إلى نتائج المرجوة في إطار هذه الورشات كلها التي نعمل على تحقيقها بإن الله وإنت لاي طبعا يخلق المقترح الأخير عندما ننهي إعداد الوزارة نتوقع بأن هذه الورشة تنتهي يوم إلى حد توقع بين الاثنين أو ثلاثة مطرع من السبوع المقبل بداية شهر ننتهي من صياغة هذه الوثائق ثم عندما نصل إلى الصياغة في إطار التوجيه والوثائق المكتملة ننطلق إلى المرحلة الأخرى وهي مرحلة إعادة الكتابة ثم نعود هنا لإعادة تقييم وإعادة تأس وكل الأفكار والمقترحات مفتوحة مفتوحة طبعا نحن نناقش كي تلك عندنا خبرة من الدول المحيطة بنا نحاول أن نستفيد من خبرات المحيطة بنا لكن في النهاية العمل سيكون بأيادة وطنية ثمرة وطنية وتفكير وطني كذلك لكن العالم اليوم يستفيد بعضهم بعض في تجارب وخصة تجارب في إطار التعليم الواتمتحدة والأمريكية تستقدم مدرس الرياضيات من الصين من الهند من أجل استفادة من خبراتهم في تدرس الرياضيات نحن نطمح وأن نستفيد من خبرات غيرنا وبالتالي لكن نحن نكيف هذه الخبرات مع ما يستجيب لحاجة البيئة الوطنية في إطار الانفتاح على العالم طبعا تحدثت عن أن ستكون هناك مواد جديدة مثل الموسيقى وآخر لا لا هذه المواد أصلا موجودة في برنامج مدارس سكوني المعلمين أنا أؤكد لك أنا لا أعطيك مثال عن لم يكن هنا ليس هناك إهمال لأي مستوى من مواد المدرس لأن مادة الموسيقى مادة ثابتة في مدارس سكوني المعلمين مادة التكنولوجيا والرسم مادة ثابتة مدارس سكوني المعلمين ثم هنا خطوة أخرى تعمل الوزارة على تنفيذها وهي اكتتاب مكونين لسد الحاجة في مكوني مدارس سكوني المعلمين هذا طبعا الكتتاب سيعطي قوة دفع جديدة جدا سيتعرض هؤلاء المكونين طبعا لعملية تكوين جيدة تؤهلهم لأن يمارسوا هذه المهنة بالشكل المناسب نعم وستعبت بذلك كتحديد مستمر طبعا البرنامج كي قلت لك لأن المعرفة متجددة ومتطورة البرنامج أيضا متجددة ومتطورة وبالتالي نتوقع بأن عندما نصل إلى نسخة نهاية يتم تجريبها تتم مثلا المصادق عليها نتوقع بعد ثلاث سنوات إذا ظهرت حاجة جديدة يتم إن شاء الله إن شاء الله سيد محمد لمين محمد عبدالله مكلف بمهمة في وزارة التهديب الوطني والتكوين التقني والإصلاح شكرا جزيلا لك وشكر أيضا موصول لسيد محمد بوبكر ختار المدير مدرسة تكوين المعلمين بن واكشوت نتمنى التوفيق لمنظومتنا التربوية وشكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة دمتم في أمان الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة